المجهودات المبذولة من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض من أجل القضاء على الإجرام بشتى أنواعه قام أفراد الفاصيلة الأولى للأمن والتدخل وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأبي سيدي شيخ بوضع حد لنشاط بجموعة إجرامية تمتهي بيع المخدرات والأقراص المهلوسة والبيع غير المشروع لمشروبات الكحولية إن تم حجز 20 غرام من الكيف المعالج 25 قرص مهلوس 139 قارورة زجاجية للمشروبات الكحولية أجنبية الصناع من مختلف الأحجام تم حجز مبلغ أكثر من 17 مليون سنتيم تم حجز أسلحة بيضاء سيف وسكاكين من نوع الكبير كما تم توقيف شخص وتحديد هوية شخص آخر تم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الأبي سيدي الشيخ اشتركوا في القناة